شاب تقي يعمل في وظيفة حكومية تزوج من زميلته بالعمل وكانت أيضا ذات خلق ودين وبعد زواجهما بدأت زوجة شقيقه الأكبر والذي يسكن في الشقة الأسفل منهم تتباهى على زوجته بما تملكه من أثاث وذهب حيث أن شقيقه يعمل حرفيا وله دخل يعادل ضعف دخل الزوجين معا غضبت زوجة الأخ عندما واجدت زوجة شقيق زوجها لا تهتم بكلامها فسألتها عن سبب عدم غيرتها فقالت لأنني دائما أشعر بالرضى خاصة كلما نظرت لمن هم أقل منا رزقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم وبعد عام رزق الأخ الأصغر بطفل ففرح وفرح شقيقه ولكن زوجة الأخ حزنت لأنها لم تنجب وقد مر أربعة أعوام على زواجها فغضب زوجها لعدم تهنيئتها شقيقه وزوجته بالوليد ثم قال لها لقد عهدت أخي على عدم إخبارك بما ستستمعين إليه الآن ولكني مضطر والله لو لا فضل أخي علي ما كنت تزوجتك فقد تنازل لي عن إرثه في قطعة الأرض التي بعتها لأدفع مهرك عندما علم بحبي لك وحاولت رد جزء له من المبلغ ولكنه رفض حزنت الزوجة ثم صعدت لشقيق زوجها وعتذرت له هو وزوجته على ما بدر منها وهنأتهما على قدوم أجمل طفل وطلبت منهما أن يسامحاها هي وزوجها على تقصيرهما معهما فقال الزوج أخي لم يقصر معي أبدا ولولا وقوفه بجانبي بعد وفاة والدنا ما كنت أكملت دراسة الجامعية تعجبت الزوجة من حب الشقيقين لبعضهما وعلمت أنها كانت مخطئة عندما حاولت التفرقة بينهما وبدأت في إصلاح قلبها بكثرة الصلاة والدعاء والاستغفار وعمل الخير وأكرمها الله بالحمل بعدما كادت أن تيأس وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين